خلينا للأول حاجة نتكلم عليها يهاب طبعا اتحاد الفيفا يمكن اعلن او اتحاد الدولي الفيفا اعلن طبعا انطلاق بطولة كأس العالم للاندية في الفترة من 3 فبراير ل 12 فبراير كل اللي نتكلم عليه فريقنا فريق النادي الاهلي اللي بشارك في هذه البطولة وارتباطه كمان على مستوى المنتخب المصري اللي كمان عندنا بطولة مهمة جدا بطولة الافرقية كل الناس منتكلم على دية قبل ما نتكلم على الحالة الفنية ومنتكلم على القرى وهاللعب مين لكن انت ايه رأيك الامور هتروح لفين السؤال اللي دايما بتسئل الحل فين طبعا في حالة طبعا ان شاء الله وصول النادي الاهلي اللي نهائي البطولة هيكون يوم 6 ولكن كمان نهائي بطولة افريقيا يوم 6 فبراير ازاي الامور تتحسم وازاي يبقى فيه اتصال مباشر عشان ايه اللي بيحصل فيه فيه التواريخ بشكل خاص اولا طبعا كابتن هاني ازاي ما احباك قلت لو منطقة مصر ربنا كرم وحالف التوفيق نهاية البطولة الافريقية هيكون يوم 6 حتى مباراة القابل النهائي هتكون يوم 3 يعني حتى انا هنفترض يعني ان احنا وصلنا لقابل النهائي حتى بس يوم 3 اللي هو موعد انطلاق كأس العالم الاندية ومنديال الاندية اللي النادي الاهلي هيبدأ مشواره فيه يوم 5 تمام فالنادي الاهلي هيبدأ مشواره في البطولة يوم 5 برضو هيبقى في مشكلة مشكلة كبيرة حتى لو انت المنتخب طلع يعني لقد الله يوم 3 قبل النهائي وما وصلتش نهائي هيبقى فيه ارهاق اللعيبة بتحتك جاية من بطولة افريقيا والبطولة الافريقية حتى الان ما لم تنقل يعني في الكاميرون يعني مسألة الكاميرون دي برضو حتى الان محل شك في ظل الموجة الجديدة يعني في بعض الاخبار بتقول احتمال يمكن البطولة تتأجل او البطولة تتلغي لان الكاميرون مش مستعدة بشكل كامل هل ممكن تتلغي هل ممكن البطولة تتنقل لدولة تانية هو الوقت دلوقتي يا كابتناني لازم نقب منطقيين ونقول كلام منطقي ان صعب جدا حاليا في الوقت ده ان البطولة تتنقل خلاص الكاف صعب جدا البطولة باقي عليها وقت قليل جدا ولو فيه قرار بالنقل لازم يعلن عنه من دلوقتي سريعا جدا كمان بس كان اخر اجتماع تنفيذ للقاف في القاهرة هنا خلاص قاله البطولة هناك المشكلة دلوقتي كمان غير التجهيزات يا كابتن المشكلة حاليا بقت في الفيروس المتحور الجديد من كورونا واللي موجود بالقرب من الكاميرون فيهد الدولة الافريقية وده اللي بيهدد الموضوع دلوقتي موضوعنا الاساسي حاليا نتكلم فيه هو المواعيد انا اعتقد ان الفيفا كان لازم يراعي البطولة الافريقية معروف عنه ان فيه بطولة افريقيا كأس الامم الافريقية بطولة كبيرة يعني انا مش عارف ليه فيه تجاهل من الفيفا للبطولة انا كنت عايزة كلمك في النقطة دي وكمان بناقش السادة المشاهدين يمكن ده كمان من خلال خبراتي او وجودي لفترة طويلة في ألمانيا بتحس ان الفيفا او الاتحاد الاوروبي بشكل خاص مش عامل يعني مش عامل اولوية او مش شايف ان البطولة الافريقية بطولة مهمة وكان في احيان كتيرة جدا جدا ان بعض المدربين ومازال اعتقد بعض المدربين بيقولوا يولدنا المحترفين ان البطولة ويمكن فيه يعني لازم تكون موجود في النادي يعني هم مش شايفين قدر البطولة الافريقية بشكل كبير وده بصراحة علامة استفام لان انا شايف البطولة الافريقية بطولة قوية جدا جدا على المستوى الافريقي وكمان بطولة مهمة جدا على المستوى العالمي البطولة الافريقية يعني اللي بيخدها لعيبة كتيرة جدا وعدات كبيرة جدا من لعيبين الافرقاء اللي بيلعبوا في الدوريات الكبيرة فانا باتفك معك لغاية دلوقتي ما اتخذتش البطولة الافريقية محل قيمتها حتى الفنية من قبل الفيفا ومن قبل حتى الاتحاد الاوروبي البطولة الأفريقية دي يتواجد بها أفضل اللاعبين في الدورات الأوروبية كل الأسماء الكبيرة اللي بتلمع في الملاعب الأوروبية في كل الدول الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى غالباً نسبة كبيرة منهم جداً موجودة في البطولة دي سادي ومانيم، محمد صلاح، رياض محرز، أسماء النجوم نيجيريا، نجوم السنغال كلهم، نجوم غانا فطبعاً البطولة مهمة جداً ولكن زي ما قلت حاجة فيه عدم اهتمام بالبطولة إزاي أنا كفيفة أحط معاد بطولة كأس العلم الأندية في المعدة أنه تتعارض مع كأس الأمم الأفريقية وللأسف ده هيجي هيصطادم معاك مع الاتحادات الوطنية سواء اتحاد الكرة في مصر أو كذا أبسط رده هيقوله وده للأسف حينما يعني أنا تواصلت مع بعضهم النهار ده وقال لي كده يعني كان رد أحد المسؤولين بدين ذكر اسمه قال لي أن البطولة دي مش بطولة رسمية كأس العلم الأندية يعني قال لي هكون في تصادم طبعاً رده طبعاً يقول لي إيه الأهم منتخب مصر بطولة رسمية البطولة دي بطولة غير رسمية برغم أهميتها الكبيرة جداً مش عافية بطولة غير رسمية يعني هي بطولة عندهم أو حد مسؤول عندك في التحاد يرد يقول لك كده ده كلام مش منطقي أنت الفيفا الفيفا بتهتم الفيفا بتهتم جداً بكأس العلم الأندية سنوياً وبتحرص على تنظيمها وبتنقلها من دولة لدولة من المغرب وقطر واليابان والإمارات وعندها ليه هي دعاية بطولة دعائية كبيرة للفيفا لا دي بطولة يعني خلينا نتكلم بكل أمانة يعني حتى المسؤول من أبطال رسمية وقال لك بطولة غير رسمية لكن دي بطولة بتنظمها الفيفا بطولة عالمية بالزبط يعني كمان كل احنا بنشوف البطولات بطولات كأس العلم الأندية قد إيه بطولة على مستوى عالي جداً من النواحي الفنية من النواحي التسوقية حتى على جانب الفيفا بتعتبر من البطولات المهمة جداً اللي بينظمها الفيفا بس في النهاية كابتن للأسف للأسف هنقول لما تيجي تقول دلوقتي اللعيب اللعيب هتاخده معك ولا هتسيبه المنتخب بلده اللي بيلعب اللي هيفرض عليك اللي هيفرض عليك البطولة الرسمية مع منتخب بلدك اللي موجودة في الفيفا ديت اللي هي كأس الأمم الأفريقية اللي عندك واللي هتبقى مجبر يتواجه فيها المشكلة عارف يا هيف أنا في اعتقاد الشخص أنه لازم يكون تدخل قوي جداً من اتحاد الأفريق الاتحاد الأفريق لازم وطبعاً يدافع عن البطولة اللي بنظمة بطولة أفريقا بطولة مهمة جداً جداً ولازم يبين ده للفيفا ولازم يكون فيه ضغط كبير جداً للفيفا ولازم يكون كمان المواعيد تكون فيه أوقات كمان ما تخليش اللعيب كمان يفكر أنه ما يجيش يعني ممكن الضغط على اللعيب في الأندية الأوروبية وخاصة عن الطوف ليبل ممكن يقول له لا أنت ممكن تخسر مكانك أو أو فلازم الاتحاد الأفريقي دوره أنه هو يضغط بشكل كبير جداً على الفيفا أنه يأخذ البطولة الأفريقية محل جد أنه دي بطولة مهمة جداً جداً وبطولة قوية ويبدأ ينصك بشكل كبير مع الفيفا بالنسبة لمسابقات الفيفا بالنسبة للبطولة الأفريقية لعدم التقبط والتعارض معه زي ما احنا يعني في حالتنا دلوقتي التعارض مع إحدى البطولات أو البطولات الكبيرة اللي بنظمها الفيفا وهي كأس العالم الأندية